فهي مباراة على المستوى بقى الجماهيري في الحضور رسوس جلال شايفها ازاي جمهور الاهلي كده كده هيكون موجود ماذا عن التذاكر التي كانت قد بيعت لجمهور الزمالك طبعا جزء كبير من التذاكر أرد إلى الهيئة المسؤولة على التنظيم ويعني طبيعي ان احنا عارفين ان المطشق هيبقى كله جماهير الاهلي والمستاذ هيتقفل ليش عايزة كلام وده برضو نوع من الانواع الدعم الجماهيري اللي كولر بدأ يشعر انها سلاح كبير ويعني كولر لما تيجي كده بتقول ايه بتقرخ وتقول ايه ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فما قبل ساندونز وما بعد ساندونز بالنسبة للكولر الرجل ده بعد المطش الخمسة رغم ان حصل معه صاعقتين لكنه لم يكن منتبهن بالشكل الكافي قمت بان ريال مدريد في كأس القراط خسر بالخمسة وخسر بالاربعة لكن لما جيه بقى خسر من خمسة من ساندونز اصبح هناك فيه نوع من التحفز في الاداء فكرة ان انت تعمل كومباكت تدفع ازاي تدافع ازاي دون ان يكون هناك حرج انت فريق كبير لكن الفريق كبير بيعرف كيف يدافع مثلما يعرف كيف يهاجم وده اللي حصل بشكل مثالي قدام الرجاء المغربي واعتقد ان هذه الطريقة الان هي الطريقة المسلة مع وجود كوكبة من النجوم الكبار جدا في النادي الاهلي حدثوا لحرج دايما بيقول الميزة استاذ هاني في هذا الجيل في النادي الاهلي انك لا تستطيع ان تحدد نجما اوحدا او نجما اوحد في هذا الفريق ما تدرش تقول ان الكهرابا نجما اوحد ولا عمر السورية ولا الشدناوي ولا اي لعيب مع كامل احترام التقدير اليوم النجم هو النادي الاهلي طيب محمود هل فعلا السوريو واللعيبة كانوا مش عايزين يبقى فيها اعتدارة عن مبارات السوبر اه بالتأكيد خلينا اقولك وسيريو المدير الفني لنادي الزمالك واللعيبة كانوا ابلغوا الادارة انهم عايزين يلعبوا ماتش السوبر ويروحوا الامارات يواجهوا الاهلي ولكن في النهاية التزموا الادارة بلغتهم مدارة الكورة بلغتهم ان ده قرار مجلس ادارة لازم نلتزم به وكانوا خلاص بعتوا على جروب الواتساب انهم خلاص فيه لعيبة كان بلغت تتحرك للمطار ولعيبة ليس ما تحركتش بلغوهم رجعوا لبيوتهم الراجل كان غاضب جدا الراجل كان عايز يروح لقابل الاهلي ولكن التزموا في النهاية بقرار مجلس الادارة ده عكس موقف بيراميز الجهاز الفني ما كانش عايز يلعب المباراة الادارة هي من قررت خوض المباراة كبديل للزمالك هي اسمها اعتذار ولا انسحاب؟ اعتذار ليه؟ فيه فرق بين الاعتذار وفرق بين الانسحاب الاعتذار اللي عمله هنا دي زمالك انه اعتذار قبل المباراة بيومين او ثلاثة الانسحاب ده ممكن المطشي من الجمعة يعني يتقال على لين سحاب لو بلغوهم لو بلغوا اتحاد القرى يوم الخميس الصبح يوم الخميس بالليل او يوم الجمعة الصبح ده ليه؟ ده بناءً على يعني المنطق ولا في حاجة؟ لا وايح بكل لهب تقول كده قبل لهب يومين ثلاثة ده اعتذار لكن يوم المطش أو ساعات ده انسحاب الاعتظار لو هنشوف لسه اتحاد القرى هيحسبها اعتظار ولا انسحاب لو انسحاب لو اعننوها في النهاية كده انسحاب سيتم منع نادي الزمالك من المشاركة في البطولة مرتين موسمين اتنين وغرامة مليون جنيه المرتين يكون نادي الزمالك شرط يتأهل من العب الصبر يعني الشرط السنة الجاية يعني نادي الزمالك مش مشترك يكون هو طرف في الصبر ده لو اتحاد القرى حسبها انسحاب لا أعطي